نظر الكبير المتمنى ولو كل التوفيق والحقيقة يمكن منافقش عبدالحق في حاجة نقول لا نزيدا نقول حتى قرار شجاع كي نحاوا سبحان اما يتحملوا مسؤوليتهم كي جابو اكتشفوا مرياضيا عن طريق ملاعبية مهما يكون السبب اكتشفوا ليكونهم هما غلطوا اذا قرار شجاع انهم نحاوا وهذه انا نعتبره شجاعه من المدير ولكن كي بشترجع تويك على الجبت وعلى الجبت وعلى الشناحيت والتكل فامتاعه كل هذا كله عندي انا موضوع ثاني نقول للنادي الافريقي صحيح القرار شجاعه النادي الافريقي خسروا عشرين يوم وكنت نتمنى لعشرين يوم كنت نتمنى منظر الكبيرة وجاء قبل لعشرين يوم هذا في رأيي الخاص واني شاتر عبدالحق منظر منظر هو الرجل المناسب بش يكون في النادي الافريقي في مكان كفالي منظر كفاءة ولو انه بعض لوخيين مش نرجع كيف مع سيوسف ساعات يجب دوله 94 يجبد لك منظر الكبير جاء عام 2000 وماش عارفه وهو جاء لفترة صغيرة ويقولت لا 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 منظر الكبير اولا جاء لنادي الافريقي في فترة حساسة في الوقت هذيك ثانيا منظر الكبير بعد التجربة دي كان منظر الكنسونا هالورينا الرجي هذي تجارة كبيرة فبالتالي حسب رأيينا اختيارهم المنظر الكبير والشجاعة اللي كانت عندهم باش نحاو كفالي هذي تحسب الهيئة المديرة في نفس الوقت ورغم الوقت الضيق على كل حال منظر مواكب الكورة التونسية ومنظر موشي يعني مش بش يكون في يعرف كل كبيرة واسمية يعرف كل شي ومواكب حتى النادي الافريقي يعني مواكبه على جميع الوسويات في اعتقادي ومنظر قادر بش ينجح في النادي الافريقي خاصة وانه منظر زادة عندوك عندوك منظر عندوك الكالي تيم بتاع بار لي هو خدام وابار لي هو خفق حتى منظر يخدم في متكون يخدم في فبالتالي انا شخصيا لحقيقة سعدت وفرحت بمنظر كبير وقت اللي تسمى على رأسنادي الافريقي واضح جدا سيوسف